اشهد فخامة رئيس عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق بالعلاقات الاستراتيجية والمتجدرة التي تجمع بين القيادتين والشعبين في مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة كما ثمن الرئيس العراقي الدعم لا محدود الذي تحظى به هذه العلاقات من جلالة ملك البلاد المعظم جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس جمهورية العراق لسيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في العاصمة العراقية بغداد واكد فخامة الرئيس العراقي ان مملكة البحرين حققت انجازات على كافة المستويات بفضل السياسة الحكيمة لجلالة ملك البلاد المعظم مشيرا الى ان مملكة البحرين تسعى على الدوام بفضل جلالته لتعزيز العمل العربي المشترك مشيدا بدور الحكومة برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عكس التوجيهات الملكية لتعزيز التعاون العربي شكرا